السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في السطح يا رب تكونوا بالف خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحقق عليكم كل اللي انتم بتتمنون دايما بنشتري الاعشاب بتبقى مجففة وبيبقى ما فيهاش يعني بعض الزيوت العطرية ما فيهاش بعض السوائل اللي فيها وبتبقى كده ايه عبارة عن بودر يعني مادة نشفة كده وبتباع في الاسواق وبتباع في محلات العطارة عمرنا سألنا نفسنا الاعشاب دي اصلها ايه والنباتات دي اصلا ايه وعمرنا سألنا نفسنا ايه الفايدة اللي هتعود علينا لو استخدمنا الاعشاب دي باصلها زي ما بتطلع كده زي النبات هو هو صحيح كده من غير ما نقطعه واننشفه الاصل بتاع النبات الاخضر يعني لازم تكون عارف ان الاصل اكيد هيكون افيد ولو استخدامات مختلفة تماما النهارده جايي نكلمكم عن عشب معين لزيادة انتاج البيض عشب ده مش هنستخدمه من محل الآتارة انت ممكن تلاقيه اخضر عند محل الآتارة ممكن تلاقيه صحيح ممكن تلاقيه كامل عند محل الآتارة العشب ده مفيد جدا جدا لاعتذر ان احنا نزلنا الفيديو ده 테كب انبارح بعنوان غلط وبصورة غلط هو يعني عنوان مش مناسب للموضوع ومش لايق كان عنوان فيديو اخر الفيديو المرة دي لزيادة انتاج البيض باستخدام العش بدأ لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ديك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول زي ما قلت لكم الاعشاب دي اصلا نباتات ونباتات بتحتوي على زيوت وفي نباتات بتحتوي على دهون وفي نباتات بتحتوي على انواع مختلفة من فيتامينات والاملاح المعدنية احنا دلوقتي العطارين علشان يسهلوا استخدام الاعشاب دي بدل ما نقعد نجيب النبات زي ما هو في بعض النباتات بتجيب بعض الالتهابات الموضعية يعني مثلا نبات القراص اللي انا تكلمت عنه قبل كده ده مفيد جدا للطيور نبات القراص ده لو جبته اخضر من الشجرة مباشرة ومسكته بايدك كده هيعمل لك حكة خفيفة كده في ايديك مش هنقول حساسية لا خالص ده هو بس موضع اللمس لما النبات ده ييجي وهو اخضر وهو اخضر لما ييجي على ايدك كده هيعملك حكة خفيفة في ايديك واتحمر حمار خفيف كده فبعض النباتات فعلا بتبقى مش محبز ان احنا نستخدمها خاضرة زي ما هي لذلك بيجففوها وبيبيعوها لكن النباته هو اخضر مفيد جدا 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 لانه لما بيجفف بيفتقد لحاجات كتير بيفقد زيوته العطرية وساعات بيفقد الدهون اللي فيه وساعات 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 بيفقد انواع مختلفة من الفوائد اللي احنا محتاجينها من النبات وفي الاصل اصلا ربنا سبحانه وتعالى خلق النبات كده زي ما هو ما خلقوش مجفف لو هو مفيد هو يعني مجفف كان خلقه لك مجفف كان خلق النبات ده جاف ما فيهوش ميا ولا دهون ولا زيوت عطرية ولا اي حاجة من هذا القبيل يعني هو اتخلق كده وربنا سبحانه وتعالى اكيد له حكمة في كده والانسان طبعا بيتدخل في الطبيعة وبيجيب النبات ده وبينشفه وبيطلع منه زيوت كلها وبيستخدم زيوت لوحدها وياخد النبات مجفف لوحده طب احنا عملنا ايه؟ ما عملناش حاجة فانا جاي النهاردة اكلمكم عن عشب متميز جدا مشهور احنا بنحطه في كل الاكلات تقريبة بنحطه في كل الاطعمة يعني بيخلي نجهة الاكل عظيمة جدا كتوابل يعني وهو بنحطه مع مجموعة توابل اخرى وتكلمنا قبل كده عن فوائده واستخدمناه في خلطات ووصفات لزيادة انتاج البيض لكن المراتي هنستخدمه اخضر المراتي هنستخدمه وهو طبيعي كده نبات اخضر وهتلاقوه برضو عند العطار كلنا طبعا نعرف النبات المشهور والعشب الزنجبيل الزنجبيل ده جماعة مليان بالفوائد الطبيعية اللي للاسف بتفقد لما بيجفف وبيتم تقديمه جاف ده لي فوائد وده لي فوائد يعني الجاف ده اللي هو مطحون ناعم اللي عند العطار بيستخدم في اغراض علاجية معينة اما التاني اللي هو الاخضر بيستخدم في اغراض اخرى برضو مختلفة علاجية لكنها من مأخذ اخر ومن منحة اخر انت اللي يهمك دلوقتي كمربي طيور وعايز انتاج بيدي يزيد انا بنصحك انك تستخدم الزنجبيل اخضر الزنجبيل اخضر تجيبه من عند العطار الزنجبيل الاخضر هو هو الزنجبيل المجفف اللي بيبقى بودرة ده اللي بنستعمله على الطبخ كتوابل لكن الحلاوة اللي فيه والزكاوة اللي فيه بقى لما تستخدمه هو يمكن يكون اغلى سنة صغيرة من الزنجبيل المطحون اللي طبعا موجود فيه زيود بتاعته والدهون بتاعته وكل حاجة فانت دلوقتي لما تستخدمه في الطعام حتى بتاعك انت اتلاحظ ان نكهة الطعام اختلفت تماما بقت احلى بكتير جدا جدا لان فيه زيود عطرية انت اوخي بالك من اللفظ عطرية عطرية يعني بتعطر الجو وانت نفسك لو استعملت الزنجبيل ده الصبح كلت منه حتى كده ببقك عادي كده كلتها هي بتبقى خضرة زي الفكهة بس طبعا بتبقى مشطشطة شوية فيها بعض الحرارة لكن تتحملها يعني مش حاجة اوفر زي شطة الفلفل فالمهم لو كانتها كده الصبح هتلاقي ان نفسك ونكهة الريحة بتاعتك الريحة بتاعت النفس هتلاقيها احلى بكتير لان زيود عطرية موجودة فيها فاحنا بننصح بالزنجبيل الاخضر ده جماعة واستخدامه سهل خالص هو اخضر فانت بتأشره من الاشرة الخارجية بتاعته الاشرة الخارجية بتاعته وهي مش مضرة يعني انت ممكن تستعملها عادي ممكن تطحنه وتبشره بالبشرة بالاشرة اللي فيه عادي لكن عشان تسهل عليك المأمورية لان الاشرة بتبقى خشنة شوية بتبقى جفة كده وما فيهاش اي زيود ولا اي حاجة الخضار اللي جوه هو اللي بيحتوي على كل الفائدة بتبشره كده بالبشرة وتخليه ناعم خالص وتفرمه بعد كده من غير اضافة مية طب هتقولي طب انا فرمته تاني اهو اه فرمته بس ما طايرتش منه الزيود بتاعته ما جففتوش فرمته هتقدمه بالسوائل اللي فيه زي ما هي يعني تمام هتفرمه كده قطع مش كبيرة ومش نعمة اوي وتخلطه بالعلف تخلطه بالعلف المقدم للطائر يعني مثلا تجيب حتة كده بيبقى عبارة عن قطع هو الزنجبيل الاخضر ده تجيب حتة كده وتفرمها في الخلاط تقطعها الاول بسكينة حتت علشان الخلاط يعرف يفرمها بعد كده وتفرمها في الخلاط وبعد كده تخلطها بكيلو علف حتة كده على قد نص كفك وتخلطها بكيلو من العلف خلط جيد جدا 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 علشان كل جزء من العلف يوصله الزنجبيل الاخضر وبعد كي تقدمها للطيور ممكن بقى تستخدمها في المية ممكن تغليها كويس جدا في كباية مية أو في كبايتين على قد القطعة بتاعت الزنجبيل وتاخد الخلاصة بتاعتها وتحطها في مية الشرب لكن احنا بننصح تتقدم خضرة زي ما هي لان الالياف مهمة برضو ولان الفايدة مش بتطلع كلها في المية انت لما بتاخد الفايدة من الزنجبيل في المية مش بتطلع كلها بيفضل جزء منها جوة الزنجبيل برضو عشان تاخد الفايدة كلها قدمها خضرة زي ما هي للطيور بتاعتك ومش هتلاحق على الخصوبة مش هتلاحق على زيادة انتاج البيض لو عندك ديك مش بيكسر على الفراخ هتلاقيه كسر لو عندك ديك اخر في التكسير هتلاقيه بدر في التكسير لو عندك ديك عنده مشاكل في التخصيب عموما ومش بيخصب او البيضة بتطلع من غير بذر استخدم الزنجبيل هتلاقي فعلا تأثير ساحر على الطقر لانه بيخلي الدم في جسم الطقر يتدفق وبيخلي رغبته في التكسير بتزيد اكتر واكتر 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 واي كأن حية على فكرة لما يستخدم الزنجبيل رغبته الجنسية بتزيد اضعاف 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 بنعمة من عند ربنا طبعا الزنجبيل ده سحر كبير جدا لازم نستغله لعلاج انفسنا وكمان لزيادة انتاج البيضة عند الطيور ده كان الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوات الجديدة اول باول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة بس ما تنساش تعمل تعليق برضو على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته